اشتركوا في القناة تدور احداث القصة حول الوادي اللي كله ذياب وذيب على ذيب بصيره قطيع وذا صاره خطيئة بقلب ومافيا وقوي قلبك ودخل بينهم ووادي الذياب علي كندان طفل صغير ووحيد عايش بملجأ لحاله ونفسه يعيش زي الكل بس العين بصيرة واليد قصيرة بتمور عليه ايام وليالي وبليلة بزموه وهاتلك عياط انتو مين وعوين ما اخديني وفلتوني اخرص ولا احنا حكومة بجلسوا بطاطي وعراسي سيدي وبعترف انه ارنب بطلعوا من جهاز المخابرات التركي بكبر عائدهم وبصير ضابط بالجهاز ما غيره اصلا اقبي ضابط عتيقه مقلع وما في قصة الا مارة من تحت اباطه يعني حس الامني عالي عنده وبشم الجريمة شم بناديه وبكلفه مهمة سرية فيها قطع رقاب مضمون المهمة وبالبونط العريض التوغل في قلب المافيا التركية من اجل الحفاظ على امن الدولة والقضاء على كل من سمحت له نفسه بخيانة هذا الوطن العزيز ونزل على الغور التركي بيوافق وعا السريع بيقلبوا قلابه عمليات تجميل عبو ودنه وما بيخلوا قطعة زي اللي قبلها بموت علي وبعيش مراد على مدار لا يبلش حياته بين الذئاب السبعة في واديهم ببلش يتنسنسلهم والفرصة بتيجي لعنده بنقذ واحد من عرابي المافيا اللي هو علي سليمان شاكر بحبه وبأمله وبصير ايده اليمين وين ما بروح معه بدخله على الواد وبعرفه على القطيع وكل ذيب فيهم بطلق قصة البارون محمد رجل عمال حكواتي وفهلوي وعلاقاته مخيفة مع الكل جوه وبرا يعني من الاخر امريكا واسرائيل ضيال لازي تهريب سلاح وخراب بيوت حلمه يل خسروف ملاك اراضي من ايام الرخص ونص البلد له المنشار ماسك الشارع وكل دوين تحت ايده لعبته الحواري وقصصها ونظام الدين محام الكل كيف وليش براقة والسيف جارح ولقيم وإيد البارون اليمين وعندك اسماعيل سابعهم وسبع ذياب خربوا البلد مراد بيقوي قلبه وبيحاول يقضي عليهم كلهم تدخل القصص ببعض بنعجق وبيخف عقله بتكبر القصة وبموت اسماعيل شاكر بستلم مراد وبصير محل معلمه والضابط اصلان اقبي بنفقع طلقة في نص راسه بنعج بزيادة والمخرج بنقوله عجزء التاني وبالجزء التاني بلاقي كتاب في بيت الضابط اصلان بيفتحه وبتفاجأ بطلع مش يتيم وكل القصة مدبرة يعني شغل خيانة واستغلال برضض نصيبه وبقرر يكمل وبكمل بنتقم من السكين اللي هو قاتل الضابط اصلان وبدخل بالمجلس من أوسع ابوابه وهيك بنكون وصلنا للحلقة 188 ولسا الحبل عالجرار بتدمر المجلس اشي بموت واشي بنقتل وبعلن نهاية عملية وادي الذئاب وبالحلقة 603 بوصل لوثائق سرية وبحجتها بدخ 109 هو بتعب وانا بتعب بفيلم الماسونيين وبروح امريكا بحن وبرجع بلده وبطرح قضيته للرأي العام شو اسم بطل الحلقة؟ مراد علم دار؟ مراد علم اخوه قلت الحياة؟ مراد علم عنص الحارة؟ اذا معرفت الجواب يا اخ سارة كان ممكن تربع انا بحكي لك القصة